هنبدأ كده باسم الله كان عندي أول حاجة هنا جزء الدفوع بقى كان مراجعة على أدوات التجزئة طيب خليني راجع في الجنب كده على حاجة سريعة الدفوع كان سهل بس خليني اللي أنا هراجع ده هو ده المهم اللي هو إيه أنا عندي أدوات التجزئة إيه أصلاً أدوات التجزئة بتيجي مسأمام المأكلات والمشروبات أي حاجة فيها أكل شرب على طولة جاهز أدواتي أجاهز شوكة وسكينة وطبق وكباية يبقى كم أداة أربع أدوات طيب إيه هم بقى بالفرنسي عندي دو تحط أمام المأكلات أو المشروبات المفرد المذكر فأنا لما أكون حافظ كلمة زي كلمة اللبن أنا حافظها كده في الكتاب بتاعي لو ليه أنا عرفت من اللو دي إن كلمة اللبن دي مذكر طب لما أجي أحطها في جملة وحبدأ أشرب اللبن ده هخليها دو ليه يبقى أنا بستخدم الدو أمام المفرد المذكر طيب عندي تاني أداة تجزها اللي هي دولة تحط أمام المفرد المؤنس وقلنا أني مؤنس في المنهج بتاعنا مش كتير في المأكلات والمشروبات مش كتير المذكر اللي أكتر أشهر حاجة وأكتر حاجة بتيجي في المأكلات والمشروبات المؤنس كلمة المربة دي الوحيدة لقى فيه كمان حاجة بس دي أكتر حاجة هنشوفها في المأكلات والمشروبات وعندي كلمة تختين بس أنا أعرف عندي تختين اللي هي الخبز نوع من الخبز لوحدها طيب يبقى الدولة يا ميس تحط أمام المفرد المؤنس طيب يا ميس مكتوبة لي في البوكلة لكم في تيغ بس صح محطوطة بأداة معرفة طيب لما جاء حطها في جملة وعايز أقول أنا بتناول أو أنا أأكل المربة مدام حتاكلها وحتتناولها يا أستاذ يبقى تجاهز أداء قدامك تاكل فيها وشتاكلها بأيديك كده طيب عندي بعد كده المفرد البادئ بفويل اللي عامل زي الجيلي كده شايفين الجيلي متحرك إزاي؟ يجيلنا كده ويجيلنا كده أو ده حنحط له بقى قدامه زي مثلا كلمة الايه؟ كلمة المية الماء زي كلمة الماء هتلاقييني كده بقى قدامها مثلا ليه؟ عشان أول حرف فيها حرف فويل يبقى على طول مدام مفرد بادئ بالفويل هحط دل بوستغف آخر أداة عندي للجمع وهي دي طيب يا ميس دي أمام الجمع المذكر ولا الجمع المؤنس اللي اتنين اللي اتنين يبقى دي للجمع بنوعي أي كلمة في المأكلات والمشروبات ممكن أجمعها بإضافة الاس في الكلمة نفسها يبقى على طول أحط قدامها الأداة تيه زي أول إجزامبل كده يلا يا محمد عماد أول حاجة أنا بقول لي وبطيدي جونيه في الإفطار جو مانج أختار أنهي أداة بقى قدام كلمة كوغواصون ده اللي هي الثالثة اللي هي الثالثة في الجمع بالضبط أنا عندي كلمة كوغواصون شكرا يا محمد خلي بقى لكم الكلمة دي جايالي وأنا الكلمات وأنا بحفظها جايالي مفرد بس عادي ما هو ممكن يجبها لي في الإكسرسيس جمع في التدريبات يجبها لي جمع فأي كلمة ممكن يجبها لي مفرد والله أشوف لو مفرد مذكر هحط دي لو مفرد مؤنس هحط دي لو جمعها لي هحط دي طيب تاني حاجة يا عبد الرحمن جبها بعدين سباسكا في قولي أكتب إيه بقى دي دي اسبلها لو سمحت عشان أتأكد من النط دي بالضبط طيب دي دي بتتحط أمام المذكر ولا المؤنس المذكر بالضبط كده جميل طيب أحمد آآ إيهاب جبها تغتين وحقف عندك كلمة دي شوية حل الأول يا أحمد وبعدين هنشرحها آآ يوق يوق إن إيه مؤنس بالضبط بالضبط شكرا يا حمد بصوا بقى يا أولاد طيب يا ميس يا ميس الكلمة دي مؤنس مظبوط طيب ليه ما نحطش قدامها دولا الكلمة دي بالتحديد كلمة تغتين علشان من الحاجات اللي بتتعد بالقطعة هو هنا ما يقصدش بقى أداة آآ ناكرة وما ليقصد إيه يقصد واحدة ما هو أنا عندي واحد في الفرنسي للمذكر وعندي واحدة فكلمة تغتين كلمة مؤنس وفي نفس الوقت بتتعد بالقطعة يبقى أنا بتناول واحدة تارتين هو يصد يقول كده عشان كده كتبناها إن ما كتبناش دولا تاني الكلمة دي مميزة شوية طيب يا ميس أطبق الأول إن على كله لأ هنحط دو ودولا هم أدوات التجزئة دو دولا ودلا باستغوف ودي تمام؟ تمام طيب إم تحط أ زي ما هو كاتبلي في الاختيارات وإم تحط إن بص إن دي هتتحط مع تاختين بس عشان ما تتلقبطش طيب والآ الآ دي بتتحط أحيانا ركز في اللي أنا بقول أحيانا ده مع مثال القهوة ومثال البيضة إزاي؟ عايز أوريك صورة بس هي مش قدامي دلوقتي طيب حنتخيل إن الصورة دي قدامي أنا قدامي كان في نجال قهوة صورة دي واحد بس ممكن لو جاب لي في الاختيارات جي بغا بصوا هي مش صعبة بس ركزوا بس ما هي تلقوا سعلى خالص إم تحط دي وإم تحط أ لو أفرد قال لي هو كده جي بغا بس كافي بس هو جاب لي في الاختيارات ما جاب ليش دي خالص ما جابش دي بتاعت الكافي بس جاب لي أ يبقى ممكن أحط أ أو طبعا ممكن أحط أ ليه؟ عشان هنا لكل مقصود في الجملة أنا بتناول واحد قهوة يبقى الآ دي أو الإن بيتحط قدام الحاجات اللي بتتعد تمام؟ يبقى الآ بمعنى واحد قطع واحدة بس للمذكر زي القهوة زي الشاي وإن للمؤنس زي تغتين طيب أنا حسألكوا سؤال واللي عارف يا ميدي ريزهان يميس برضو حضرتك بتقول أنا حسأل نفسي كان هنا اللي بسأل نفسي هو حضرتك قلت التغتين عشان بيتعد هنهده بالوحدة ونقول إين؟ ولو جاب هالي جامع على فاكرة لو جاب لي مثال تغتين ده في الجامع هقول له دي تغتين واجمع طيب أنا حسألكوا بقى سؤال كلمة المربى وهي كلمة مؤنس ينفع أحط قدامها إين؟ يعني ينفع أقول أنا بتناول واحدة مربى ولا اتنين مربى إحنا بنقول كده على المربى؟ ها حد يقول لي أكتب بقى قدامها إين؟ عشان إياه مؤنس ولا أكتب دولا كونفوتيغ إيه رأيكم في الموضوع ده؟ في مثال المربى المربى بتتعد يا أولاد؟ حد يعمل لي ريزهاند طيب قول كده أحمد إياه برأيك كيف الموضوع ده؟ المربى من الحاجات اللي بتتعد؟ لا مش بتتعد بالزبط طيب قول لي كده رأيك يا عبد الرحمن مصطفى المربى بتتعد ولا إيه؟ عبد الرحمن لا مش بتتعد ماشي حنشوف برضو آدم رأيك كيف الموضوع ده؟ المربى بتتعد؟ لا مش بتتعد ما بتتعد طيب محمد عماد إيه رأيك المربى بنعدها كده بالوحدة؟ لا مش ما بتتعدش بالزبط المربى عشان ما بتتعدش فلما جينا في الإجزامبل بتاحها ما قلناش إن كونفتيغ هي وحدة مربى؟ لا يا ميس بقى الدولة كونفتيغ عارفين معناها إيه بالعربي؟ باللغة العربية الفصحة بقى هقول لك أنا أتناول بعض من المربى أنا ما بتناولش المربى كلها اللي موجودة في الحياة قدامي كلها أنا بتناول بعض من المربى عشان كده حطينا قدامها أداة تجزئة يعني حتة من قليل من بعض من دولار لكن التغتين اللي قدامي مثلا في الطبق ده لا ده بيتعد فأنا ممكن أعده وأقول إيه نتغتين طيب القهوة القهوة ممكن أقول أنا أتناول بعض من القهوة وقتها هحط ديو كافي بعض شوية قهوة زي ما بنقول بالعمية كده أنا هشرب شوية قهوة شوية شاي هي دي الشوية هي دي اللي بعض لكن لو أنا محددة وقال لك أنا هاخد أو أنا هتناول واحد قهوة حدد يبقى ممكن أكتب قون كافي هو ده الفرق بس إمتى بنحط أداة تجزئة والحكاية دي ما بتجيش كتير ما بتجيش كتير نحط قاوي إين ولا دو لا بس مع مثال التغتين اللي هو الخبز ده هنحط بالإين بالوحدة لكن لو جابها لي جمع هحط جمع طب أنا جايلي مفرد آي بحط إين نكمل طيب يلا يا آدم لما أقول لك أختار أن يبقى واحدة من دول الزوزو أختار الزوزو بالبقر والمؤناس ونبدأ نين نختار الأداء هي إيه كلمة الأخيرة دي نعم إيه كلمة الأخيرة سمني آيو بانجلي ليه تقصد دي تقصد دي لا تاني دي اللي تحت آدم اسملي الحاجة اللي حتبطها يا بابا أداء يا بابا مش هنقول الأولى والتانية ونفضل نخمل أكتب إيه قدام بانجلي ليه إحنا بنختار من دول يا آدم أختار إيه بقى قدام بانجلي ليه دي اسبل يا آدم اسبل دي بالظبط يبقى دي صح شكرا يا آدم يبقى ديو بانجلي ليه ليه اخترناها يا ميس عشان كلمة بانجلي كلمة مفرد مذكرة يبقى على طول تاخد الدي طيب يلا أحمد بركات لما أقول لك جي فو تغي سباس جاتو أحمد يو ان يا ميس بالظبط يو ان صح كده عارفين ليه أنا اخترنا المراد يو ان هو ممكن أكتب ديو الديو مش غلط وعلى فكرة أسئلة الامتحان ما بتجيش بالشكل الصعب ده ده ممكن يكون أصعب اكسرسيزي قبلك في أدوات التجزيع ليه لان جايب لي آه حاجات مذكر ينفع حط آه وحاجات ينفع حط ديو مش هيجي بالشكل ده بس ده أعلى مستوى يعني في في الايه في الاكسرسيزي من النوع ده طيب ليه هنا اخترنا لآه لان برضو الجاتو يا ميس ممكن أكتب قدامه ديو أنا أتناول بعض من الجاتو وممكن أقول أنا بتناول واحدة جاتو واحد جاتو في المذكر تمام؟ طيب نلجع بقى للبوكلت بتاعنا بسم الله هنا الاكسرسيزي الأولاني ده يا أولاد جايب لي على نفس المأكلات والمشروبات بس كان عايزني أختيك لدفيني أداة معرفة احنا حلناها قبل كده أنا بقى مش عايز أحلي على أدوات المعرفة ليه؟ أنا عايز أحلا على أدوات التجزئة مشي؟ الكليبات قدامنا أهي قدامنا وأنا هعمل اكسرسيزي وانتوا هتحطوا الأداء المناسبة عشان بلنهار ده لاجهنا درسة أدوات التجزئة كامل يعني إيه المثالي ميساري حدودك هتكتبه هقولك تجهزوا كده معايب المايك ليسمع اسم ويفتحها راتوا أنا هسبت اكسرسيزيزيزيزيزيزية الله أكبر الله أكبر عبد الرحمن مصطفى أنا دلواتي سيبس بس هنا وعايزك تختار ما بين دي الحاجات اللي حنختار منها دي دولار دي الأبوستغف ودي وححط برضو إن لمسال حاجة معينة أنا لسه إليها من شوي بس واني أمسح بس دي يلا في مثال الأولاني ده المثال الأولاني ده أنا هقول لك جبغة إيه بقى دي أول واحدة دي دي تمام اسمها إيه عبد الرحمن دي هنضمه بقنا كده شوي دي ليه اخترتها عشان مزك عشان كلمة الزبدة صح كلمة الزبدة كلمة مزكر عرفنا من إن عرفنا من اللو فلما أجي أحطها في الجملة هحولها إلى دي بس ثانية واحدة الجمل اللي بنحط فيها أدات تجزئة لازم 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 يكون فيها اللي أنا هقوله لك ده بصوا معايا كده اكتباركم في الشيط بتاعنا هنا أحلى بسم الله أنا أصلا طبيعي بالعقل كده بالمنطق لما بيجي أتناول حاجة لما بيجي أتناول أو أكل أو أشرب شفت الميسة قالت إيه؟ يتناول آه اللي هو بغاندغ راح يتسمع حصة جاية إن شاء الله بتصريفاته أو يأكل آه اللي هو منجي منجي يأكل أو يشرب واغ ومعنا كمان يريد لما بيجي بعده أكله وشرب هقولك نحط بعده إيه برده؟ له فولواغ ودايما بنشوفه بشكل معين بنشوفه دايما جايب التصريف ده جي فضغي أو جي ف وآخر فرب عندي أشتي خمس أفعال يا بطل أول ما تشوفهم على طول جاهز بقى لصنية بتاعتك وجاهز الأكل والشرب يا رب الله تاني خمس أفعال دول محتاجين يعودوا على الصفرة وما مش أي أفعال دي أفعال دلة على الأكل والشرب نوطة دي مهمة عشان في أفعال تاني هيجي بعدها أكل وشرب بس مش هنأكل ونشر بتكلمنا كده عن الأكل والشرب بأول ما شوف الخمسة دول على طول أجاهز شوكة سكينة طبق كوبية اللي احنا طول الوقت عاملين يقول فيهم طب أنا حقول معناهم بالعربي يتناول ويأكل ويشرب يريد يشتري هنجهز بعد دي دولار دلابوستغف ودي أنا بقى إيه كنا بنتكلم عن أدوات التجزاة فلازم نقول ونشرب بقى مشي السر اللي بيننا بقى طيب فعندي هنا يتناول بغنطق أول ما شوفه أجهز أدوات ومانجي بواغ فولواغ أشتي أجهز الأدوات دي تمام تمام طيب فيه نقطة بقى تانية مهمة قبل ما نكمل الأدوات دي أخبارها إيه في النفي حد فاكر يقولي كنا بنعمل إيه في النفي قبل ما نشرح يعني أنا حاجب لك مثال زي اللي عبد الرحمن حلوا جاوبوا معايا وإحنا عايزين ننفي عبد الرحمن قال لي جبغة ديوباغ أنا بتناول الزبدة والزبدة كلمة مذكر في الفرانسي ليه في حطي لي ديوب طب لو أنا عايز أقول أنا لا أتناول الزبدة يا عبد الرحمن كنا بنعمل إيه في النفي في الأداء دي كان لها حاجة كده دي نخليها بدل دي 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 بس إننا عملنا إيه؟ لما بيجي لي أي أدارة كذف المعلومة دي عشان دي بتيجي في الإمتحانات جاية 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 بإذن الله عندي أدوات التجزئة دو والدولا والدل أبوستغف دي ما اللي هم؟ أعداء الني والبا يعني إيه؟ يعني لما هيجوا يبدأوا ينزلوا في جملة والجملة دي كان فيها ني وكان فيها با على طول الأداء دي اللي هي دو أهو حاملة لك بلون تاني أهو لازم نغير شكلها ونحولها إلى دو وساعد بنحولها لدو أبوستغف عشان إيه؟ عشان هم أعداء النفي أعداء الني والبا ما يستحالة ما ينفعش خالص إن أنا كنت أنزل الدو دي زي ما هي رحنا مغيرين فيها حرف كده وخلاص وكملنا جملتنا عادي طيب أنا لو جبت جملة يا أحمد إيهاب وقلتلك معايا أحمد إيهاب محمد عماد لو قلتلك جمه همش دو با وأنا عايزة أنفي الجملة دي يا محمد معايا محمد عماد وبردوا بس عشان عارفهم سبعين يومي ماشي حبيب طيب أنا عايزة أنفي قللي أنفي إزاي بقى جو جو نو جو نو مانج نو مانج جو نو مانج با با طب الدوتي حنعمل فيها إيه؟ دي دي أنا نخلي بدار اليو إيه؟ بالضبط هنخليها دو وكمل كلمة با طب ليه يا محمد ما نزلناهاش وخلناها دو زي ما كانت ليه عمنا بدا علشان علشان النفي بيقرأ أدوات التجزئة بالضبط ضغب يا جميل برافو علشان النفي بيقرأ أدوات التجزئة مش عارفين إي حادي المشكلة دي خالف فاتحكنا على أدوات النفي بصراحة ليحكنا على النيو البا وروحنا مغيرين شكل أدوات التجزئة دول الدود بس ده سر بيننا علشان النيو البا لو عارفوا برضو هيعملوا لنا مشكلة طب نعمل إيه؟ روحنا مغيرين شكلهم لحاجة بسيطة كده خليناهم دو وساعات بنخليهم دو باستوف حسب نوع الكلمة اللي جاي بعدها يعني لو جبت الجملة دي أنا عايزة اللي أمدح عليه لو سمحتوا يبقى جاهز معي مصطفى عبدالله لو قلت لك يا مصطفى جبغى جبغى دلو أنا بتناول المية عايزة نفيها يا أستاذ مصطفى أكتب إيه؟ هيا فلط مش جو؟ أنا عايزة أنفيها يا بابا يا بابا يا بابا مش مش هتناول هنكتبوا الجملة؟ لا عادي بص 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 سوان يا أولاد كلمة يتناول عشان ما تتلقبطوش بتيجي مع المأكلات والمشروبات عادي ممكن جبوة ماشي وممكن جبغى يلا هعملها لك جبوة ولا يهم بس هي صح وبتنفع جبوة دلو عايزة نفيها يلا هننفي الفيرب الأول بعمل إيه في نفي الفيرب؟ ها هنشيل مصطفى الأول عايزة كرب هامل أول صندويش كده بالنيو والبا هنشيل يا مثل يبقى جونة وهنشيل وبعدين بوا وبعدين هقفل الفيرب بتاعي با يبقى الأول خطوة يا مصطفى إن أنا هحط الفيرب بين نيوبا صح كده؟ طيب هنيجي هنا بقى هنعمل ايه؟ أنا عندي هنا أداية تجزئة أداية تجزئة دي ينفع كده نفكر إن إحنا ننزلها في جملة فيها نيوبا؟ لا طيب نعمل ايه؟ هنشيل كامل يا محمد عماد هنا أداية التجزئة دي هنحولها لإيه في النفي؟ أداية التجزئة دي هنحولها لإيه هنحولها لإيه طار صول نقول لإيه معرفش عشان مش عارفة حط إيه يعني أصلا ما ينفعش دي تنزل كده ونكتب كل ما من غير الإنف صح ما ينفعش طب قول كده عبد الرحمن هنعمل ليه في الجملة الفضيعة دي؟ دي أبوستغف دي أبوستغف دي أبوستغف بعدين أكمل إزاي بقى يا ميس؟ يعني بشيل دي؟ إذا أنا لازم أشيل دي بص يا أولاد هقول تاني أنا عندي أهو أنا كتباه أهو إنتو لو ركزتوا بس في اللي أنا كتباه هتحلوا أنا عندي الدو والدولار والدل أبوستغف والدي دول الأدوات اللي بيقولي في الجملة طبعا حيبدأ أنفي أنا حيبدأ أنفي حيبدأ يكون عندي نيوبة على طول أغير شكلهم إلى دو بس في الجملة اللي تحت بتاعة مثال المية اللي بادئ بحرفه متحرك اخترنا الدو أبوستغف يعني يا ميس بنشيل اللي اللي أبوستغف والله ده لازم يتشالهم أنا ملاش دعوة أصلا بقى بالإل أبوستغف وإحنا بنغير الأداة على بعضها وبنحولها لدو أو دو أبوستغف يعني لما أقول لكم أجامبل تاني وأقول جمانج مثلا ديزر والمثال ده خطير عشان جاي في الجمع والجمع ده في ناس بتطلقبط فيه أنا بيأكل البيت طب أنا لا أأكل البيت يبقى جن خلي بالكم من الجملة دي اللي هيخلي باله منها هيفهم الأدوات التجزئة في النفي عامل إيه في ثانية أول حاجة بعمل صندويش يعني صندويش بجيب الفرب تعال يا فرب ده أنا هعمل منك صندويشات ده أنا أحط قبلك ني وبعدك با أو ده بعد كده قبلتني أدات تجزئة هحولها على طول يا إما دو أو دو أبوستغف فإن لو جيت حولتها دو اللي أنا بكتبه ده غلط و جيت كملت كلمة البيت مش هتنفع الحرف المتحرك ووراه حرف متحرك طب أعمل إيه؟ هنحول الدو إلى دو أبوستغف حتى لو الكلمة جامعة أيوة جامعة مفرد هي حاجة واحدة بتتغير يا إما دو يا إما دو أبوستغف هو النفي كده عشان من الآخر إني وبا استحالة شوف كلمة استحالة يقف جنبهم أداية تجزئة من دول استحالة يكون يقف جنبها دو ولا دو لا ولا دو أبوستغفو دي فإحنا بنتحك عليهم وبنغير شكلهم شوف أنا مطية صوتي إزاي وبنروح مغيرين شكلهم إلى دو أو دو أبوستغف حسب بقى نوع الكلمة والله لو الكلمة جاية بدقة بحرف ساكن زي المثال بتاع الزبدة مثلا خلتها دو طب لو مكان بدء بحرف متحرك زي المثال بتاع البيض والمثال بتاع المية عملنايها دو أبوستغفو واضحة كده هدي كزامبل تاني وحسأل تاني لو جيت أنا قلت هنا جو مانج دو فو مانج أنا عايزة أحمد إيهاب اللي ينفيلي الجملة دي أنا بتناول أو أنا بيأكل الجبنة عايزة أنفي الجملة دي أحمد مش قولنا يا أحمد لما لمست ندهنا نقول نعم عشان أعرف أنت تسمعين فضل هتبقى جو إيه يعني من اللي الفرب ده الأول سندويش كده في اللي عليه هنيفل عليه بإيه مش هل نحط دي؟ لأ قبل دي والقصة دي أنا عندي فرب لازم أنفيه الأول حط الفرب بين إيه وإيه يا أحمد نحط ن بالزبط وبعدين مانج وبعدين أقفل على الفرب بإيه؟ با 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 بس ما بنطرش الاس طيب با حاني بقى عند الأداء اللي شغلاك ودي انتوا بايتوا تنسوا تنفوا الفرب من كتر ما انتم مركزين في الأداء طيب الأداء دي هحول شكلها لإيه بقى دي إلى دي بالزبط وبعدين أكتب كلمته في غماش تمام يا أحمد شكر طيب يلا يا آدم لو قلتلك يا آدم عشان يبقى كل واحد كده عمله جملة لو قلتلك يا آدم جبغا نعم بس دي ليه أنا بتناول اللبن طيب نص أنا كنت غرفة إيه عشان مش فاهم طيب إيه اللي انت مش فاهمه لما باجي أنفي بعمل حاجتين يا آدم بس ركز معيش انت اللي هتحل الجملة دي برضو أنا أنا آآ النفي بعمل في حاجتين بجيب الفرب أول خطو حط قبله نيه وبعده بوا زي ما عملنا هنا اللي أنا عاملاه بالهايلايتر ده ثابت معاه في النفي نيه والباو قبلتني تاني حاجة بقى في النفي أداة التجزئة كنا بنحول شكلها لإيه يا آدم بنغير شكلها لإيه دي ايه صح دي او ايه دول أخار تمام بس كده انفي بقى انت كده اللي شرحت لي النفي انفي بقى الجملة دي لما قولك جوبغا دولي دولي هنخلي هننزل الجوع بعدها نحط آآ 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 اصدي ني نيه وبعدين الرفيرف بعدها آآ 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 با سهل من كده لا بس يبقى انا بعمل ايه يا ولادهما خطوتين خطوتين اول حاجة بمسك الفرب احطه بالني وبا لازم ولو يعني لو قبلني فرب ببادئ بفويل ببقى عاملة قدامه انا بص بس الافعال اللي قدامنا دي بدأ بايه حرف ساكن طيب تاني خطوة بشوف ادوات التجزئة اللي هي دي دولار دل اباستغوف ودي لازم نغير شكلهم ونروح محولنهم الى دو ولو الكلمة اللي بعدهم جاية بدأ بفويل بحولها لدو اباستغوف تمام كده يا حلوين عشان الحصة الجاية فاول امتحان ان شاء الله هروح عامل امتحان صغير كده على ادوات التجزئة والنفي بتاعها يلا اقول لكم مرسيبوكو اشتركوا في القناة شكرا. شكرا. شكرا.